قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الأخيرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله يتلوها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيتي قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالخور أشمون منوفية ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم وعلى يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونفيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا يا رب يا رب يا رب يا رب وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعلهما بشرا وجعلهما بشرا وجعلهما بشرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ضهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر كافر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كافر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا واتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا أعلى وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن اشتركوا في القناة وفي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن 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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن الرحمن رحمن الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا 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 أراد أن يذكر أراد أن يذكر أراد شكورا أراد شكورا أراد شكورا جانبا هو أراد شكورا أراد شكورا للإذنان الأرض أن ت tadق분 أراد شكورا يا رب يا رب وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبتون لربهم سجداً وقياماً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن والذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنها ساءت مستقراً ومقاماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القياماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً من يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً صدق الله العظيم استمعتم يا سادة إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامي حضراتكم فاضيلة القارئ الشيخ ماجد اسام الشيتي قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالخور أشمون منفية وكان ما قم موابط وفيك من عند الله الإزاعة الصوتية والهندسة القهربية الفاخرة ومخازن الفراشة الحديثة القبرى والتي تطلب وتوجد دائماً من إدارة أولئات الحاجة أمين جاد برينبا أبو سميتا أما القراءة القادمة لفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الأزاز قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإزاعة والتلفزيون العربي والمخيم بمركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة وشكر الله وسعيكم جميعاً